بتبدأ الحكاية مع طفل اسمه أوريان وهو في المدرسة وبيتكلم معانا عن البنت اللي هو معجب بيها واللي اسمها سالي وبيتكون سالي قاعدة بتاكل الساندويتش بتاعها تحت شجرة فبيعدي أوريان من جنبها وبيقول ان كان نفسه يتكلم معاها ويسألها بتاكل ايه بس هو خايف انها تحرجه وما تردش عليه ويبقى شكله وحش بعدها بيحكي لنا عن الدفتر اللي معاه واللي بيسجل فيه كل حاجة بيخاف منها وبيقول لنا انه بيخاف من كل حاجة تقريبا وبيرسم في الدفتر ده سيناريو وحش دايما زي ان الحمام ممكن يتسد ويغرق المدرسة كلها بعد ما هو يستعمله او انه يرفع ايده لما المدرسة تسأل سؤال في الفصل والطلاب كلها يتريق عليه لما يقول الاجابة غلط بالرغم انه عرفها اصلا بس هو خايف انه يتوتر فبيضطر انه يستخبى علشان المدرسة ما تخليهوش يقوم بعدها بيروح على الخزانة بتاعته وبيقابل هناك ولد اسمه ريتي وبيقول لنا ان ريتي ده يبقى من اكتر الحاجات اللي هو بيخاف منها لان ريتي ممكن يضربه وهو يتوجع جامد وكمان بيتخيل انه لو رد على ريتي هيتعصب عليه ويدربه اقوى او لو اوريان اللي ضربه ساعتها ممكن ريتي يتصاب او يموت والشرطة تقبض على اوريان وتسجنه علشان كده بيقرر انه مايردش عليه وبيسيب بقى ريتي يتريق عليه قدام كل الطلاب في المدرسة وبعد شوية بيرجع على الفصل تاني وبتكون المدرسة بتتكلم معاهم ان فيه بكرة رحلة للمرصد الفلكي ولازم كلهم ييجوا علشان يتفرجوا على الكواكب لكن اوريان بيفضل يتخيل انه ممكن تحصل كرسة كونية والكواكب تقع على بعض ويموتوا كلهم او ممكن ايده تلمس البنت اللي قاعدة جنبه وهما بيتفرجوا على الكواكب وساعتها الطلاب كلهم هيدحكوا عليه علشان كده بيقول المدرسة انه مش هيقدر ييجي بسبب ان بابا ومامته مش مصدقين ان فيه فضاء اصلا وهيمنعوا من الرحلة دي وبعد شوية بيرجع على البيت وبيقول لنا انه اكتر حاجة بيخاف منها انه في يوم يرجع من المدرسة ويلائي بابا ومامته قرروا يسيبوه لوحده في الدنيا ويمشوا من البيت وهو مش هيعرف يدور عليهم لكن بيلاقي مامته مبسوطة انه رجع وبتقوله انها عملت له الاكل اللي بيحبه وبتعرفه انها لقت الورق اللي فيها طلب الرحلة وللمفروض الاباء يمضوا عليها علشان ولادهم يروحوا المرصد الفلكي واللي اوريان كان مخبيها وبتفضل تتكلم معاه هي وباباه انه لازم يروح الرحلة دي وما يخليش الخوف يتحكم في حياته وبيقولوله انها حاجة كويسة انه يعمل حساب كل حاجة لكن لو الموضوع اخد اكبر من حجمه حياته هتتدمر وبعد شوية بيقعد اوريان يتفرج معيهم على التلفزيون وبيدخل ينام بعدها وبيقول لباباه ومامته يسيبوا الباب مفتوح علشان النور يدخله لانه خايف وفعلا بيسيبوا الباب مفتوح وبيمشوا وبيفضل اوريان يولع كل الانوار اللي حواليه علشان يعرف ينام وبيكون خايف جدا لكن بعدها على طول بتبدأ الانوار تطفي ورا بعض وبيتكون كائن غامض وبيظهر لاريان وبيعرفه بنفسه انه يبقى الظلام وبيقول لاريان ان فيه بشر كتير في العالم بيخافوا من الظلام وخصوصا الاطفال لكن من بين كل الناس دي هو اكتر واحد بيسبب له ازعاج كل يوم وبيفضل يصرخ علشان كده الظلام بنفسه قرر انه يجيله علشان يثبت له ان الظلام مش وحش قوي زي ما هو متخيل وطبعا اوريان في الوقت ده بيكون خايف جدا ومش عارف يرد يقوله ايه وبيدور على مكان يستخبى فيه لحد ما بيقوله الظلام ان الحل الوحيد انه ييجي معاه رحلة ويشوفه بيشتغل ازاي وهو هيعرف بنفسه انه مش بيخوف وبيكون اوريان خايف وبيرفض الفكرة لكن الظلام بيفضل يقوله انه لازم ييجي معاه علشان الليلة دي هتكون السبب في تغيير حياته وفعلا بياخده معاه وبيطيره هما الاتنين من البيت وفي الوقت ده بنروح لمشهد تاني بنشوف فيه اوريان وهو راجل كبير وبيحكي القصة دي لبنته هبيشيا وهبيشيا بتقوله ان اللي بيقوله ده مش منطقي وهي مش مصدقة انه وهو صغير رح رحلة مع الظلام علشان يشوف بيشتغل ازاي يعني وبتقوله انه مقلف القصة دي علشان يخليها ما تخافش من الظلمة فبيقول لها طب ما انا فعلا مقلف القصة دي بس المهم نكتسمعيها للاخر لانها قصة منطعة ويساعتها هبيشيا بتتحمس جدا وبتقوله يكمل بعدها بنرجع لاريان الطفل تاني لما بيبدأ الرحلة مع الظلام والاتنين بيفضلوا يطيروا علشان يلفوا كوكب الارض كله وكل ما كان بيعدوا عليه بيتحول لظلمة وبيكون فيه كيان تاني واللي هو النهار بيطير على اماكن تانية علشان يظهر فيها واريان بيكون منبهر ومش مصدق اللي هو شايفه لكن اسناء ما هم طيرين بيقع من على ظهر الظلام فبينزل بسرعة وبيلحقه قبل ما يخبط في الارض واريان بيكون متدايق جدا وبيقوله انه كان هيمد الوقتي لكن الظلام بيقوله انا اسف والمرة الجاية هياخد بالي ولما بيتدايق ااريان وبيقوله انه عايز يروح بيقوله الظلام ان بيته بيبعد عن هنا ميله وستين الف كيلو ولكن مش هيعرف يروح لوحده وبيطلم منه يستنى لاخر الرحلة ويفضل لما يتعرف على اصدقاؤه من الكيانات الليلية وفعلا بيروحوا هم الاتنين على مكان وبيقابلوا فيه النوم والقرق والهدوء والاصوات المزعجة واخر واحدة احلام سعيدة وبيقوله ان دول الخمس كيانات الليلية اللي بيساعدوه في شغله وكل واحد فيهم مسؤول عن حاجة لكن احلام سعيدة بتكون متدايقة بسبب اني مش نسموح للظلام انه يجيب معايا طفل ويعرفوا عليهم وبتقوله ان الطفل ده ممكن يعطل شغلنا ويعمل خلل لكن الظلام بيوعدها ان اوريان هيكون مؤدب طول الرحلة ومش هيعمل اي ازعاج وهيسيب كل واحد يشتغل لوحده وساعتها بيوافقه لكنهم بيسبوه وبيمشو علشان عندهم شغل دلوقتي والظلام بيقوله انهم هيروحوا مع بعض دلوقتي ويشوفوا كل واحد فيهم بيشتغل ازاي وبعد شوية بيروحوا ورا النوم اللي بيكون بيعدي على الناس اللي مش جيلها نوم علشان يساعدهم يعني مرة يستخدم مخدة سحرية بيحطها على وش واحد فبينام ومرة تانية بيحط منديل عليه مخدر سحري ولما بيروح عند طفل رضيع وبيخرج مطرقة النوم السحرية بيتديق اوريان وبينازي عليه وبيقوله ان لو بيعملوا ده غلط فبيتديق النوم منه وبيقوله يبعد عنه علشان يعرف يشوف شغله بعدها بيروحوا الارق اللي بيعدي على الناس اللي خلاص قربت تنام وبيفكرهم بقى بحاجات وحشة عملوها علشان يفضلوا يفكروا فيها وبيستخدم شريط سحري بيفكر بيه واحدة كانت خلاصها تنام بحاجة عملتها لما كانت في ربع ابتدائي وبيخليها تفكر في الحاجة دي طول الليل بعدها بيروحوا الهدوء اللي بيوصل لمكان وبيسحب كل الأصوات اللي فيه علشان المكان يبقى ساكت لكن أوريان بيتكلم وبيرجع كل حاجة مكانها بعدها بيروحوا لأصوات مزعجة اللي بيعمل صوت بره بيت وفيه طفل بيخاف وبينازع على ممته وبيقول لها انه سامع صوت من الشارع وخايف لكن أوريان بيفضل ينازع الطفل ده ويقوله انه مفيش حاجة بره فبيتديق أصوات مزعجة وبيقوله انه كده بيبوض شغله وبيطلب من الظلام يمشو بعدها الظلام بيقوله انه هياخدوا عند أهم واحدة فيهم كلهم وهي أحلام سعيدة وبيكون دخلة جوا دماغ واحدة نيمة وخايفة بسبب انه عندها عرض تقديمي بكرة والظلام وأوريان بيدخلوا معيها الحلم وبيتفرجوا على أحلام سعيدة وهي بتفرجها ان العرض بتاعها هينجح وانها هتترقى وبنتها هتكون فخورة بيها لكن في الوقت ده بيتكلم أوريان وبيقول انه لما كان عنده عرض تقديمي في المدرسة حلم انه في عيادة أسنان وفجأة بيتحول المكان كله لعيادة أسنان وبيعرف انه طول ما هو في الحلم أي حاجة بيفكر فيها بتتحقق وبيقول انه كائن بيخاف من دكترة الأسنان ومن الخيار لأنه شرير وفجأة بتظهر خيارة ضخمة وبتكون هي دكتور الأسنان وكلهم بيكونوا خايفين منها وأحلام سعيدة بتفضل تزعق لأوريان لأنه اللي بيعمله ده بيبوز كل حاجة وساعتها بيقول لها انه عنده مخاوف كتير ومش عارف يتحكم فيها زي صاحبه ريتشي كده اللي بيفكر فيه طول الوقت وفجأة بيظهر ريتشي من تحت الأرض وبيكون ضخم جدا وبيقدر يحبس الظلام وأحلام سعيدة في دولاب وبيفضل يجري ورا أوريان وبيكون عايز يخلص عليه لكن الظلام بينازي عليه وبيقول له يفكر في حاجة تخليهم يخرجه فبيفكر في الحمام الضخم اللي ممكن يتسد ويغرق المدرسة كلها وفعلا فكرته بتنجح وبتخرج مية كتيرة بتغرق ريتشي بعدها بيظهر باب عملاق بيسحب ريتشي وبيكون عايز يسحب أوريان هو كمان لكن الظلام بيحرر نفسه في آخر لحظة وبينقذ أوريان وبيخرج كلهم من الحلم وبتكون أحلام سعيدة متضايقة جدا وبتقوله ان العمله ده ممكن يعمل خلل في النظام فبيزعل أوريان وبيقول للظلام ان عمره ما هيتغلب على المخاوف بتاعته فبيقوله الظلام ان فيه تحسن كبير في شخصيته دلوقتي وعلى الأقل ما بقاش يخاف منه وبيفضل يقوله ان اللي شافه في الحلم ده يثبت انه شخص عبقاري وعنده أحلام كتير فبيشكره أوريان وبيقوله انه فخور بنفسه وأكيد بنته في المستقبل هتكون فخورة به وساعتها بنشوف أوريان وهو كبير وهبشي بتقوله انت ليه بتتوقع حاجاتها تحصل في المستقبل في خصتك فبيقول لها أوريان انه بيرتجل وكده كده بيقلف القصة دي دلوقتي ومش عارف هو ليه عمل كده لكنه بيقول لها انه مش هيجيب حاجة من المستقبل تاني وهيكمل لها القصة زي ما هي كده بعدها بنرجع لقصة أوريان الصغير تاني وهو مبسوط باللي هو فيه وبيساعد الظلام وكل الكيانات الليلية التانية وبيخلي كل واحد فيهم يعمل شغله لحد ما بييجوا في مرة وبيكونوا بيرتاحوا شوية وبيشوفوا النهار جاي عليهم وبدأ ينور مكان قريب منهم وساعتها الظلام بيقوله ان النهار ده يبقى قلد أعداءه ولو فضل واقف لما هو يعدي ممكن يخفيه للأبد ولازم يهرب منه بسرعة وفعلا بيهرب الظلام وكل اللي معاه قبل ما النهار يلحقهم وفي الوقت ده بتقول هيبيشيا الأوريان باباها انها عايزة تنزل تتمشى معاه شوية ويكملوا باقي القصة وفعلا بينزلوا هما الاتنين وبيعدوا من شارع بيكون ظلمة فبتخاف وبتقوله يمشوا من شارع تاني لأنها لسه بتخاف من الظلمة فبيقول لها انها لما تكمل باقي القصة مش هتخاف بس دلوقتي ممكن نمشي من شارع تاني وبيمشوا فعلا هما الاتنين وبتسألوا اذا كان ينفع تشارك معاه في القصة بتاعته وتعمل انها ساعدته في حاجة ولا لا فبيقول لها انها طالما قصة خيالية يبقى اي حاجة ممكن تحصل بس بيطلم منها تسمعه الأول يمكن القصة تعجبها وما تحتاجش تعديل وفعلا بيكمل لها وبيقول لها لما اريان الصغير وباقي الكيانات الليلية وصلوا المكان هناك بدأ اريان يتكلم معاهم انه بيحب الظلام وكل حاجة لكنه برضو بيحب النور وبيحس فيه بالأمان والدف ويساعتها الظلام بيسمعه وبيزعل منه جدا وكلامه ده بيخلي كل الكيانات التانية يفكروا انهم على طول عايشين بالليل وممكن يعملوا النفس اللي بيعملوه ده بس مع النهار وبعد شوية بيبدأوا يتكلموا مع الظلام انهم زهقوا منه ومش عايزين يشتغلوا معاه تاني والظلام بيفضل يقول لهم انهم فريق واحد وما ينفعش حد فيهم يمشي ويسيب البقين علشان يفضلوا محافظين على النظام لكنهم بيكونوا مصممين ومش عايزين يوافقوا ويشتغلوا معاه وساعتها بيقرر انه يمشي الواحد وهو زعلان فبيروح وراء اريان وبيحاول انه يصلحوا وبيطيروا هما الاتنين وبيفضل اريان يتكلم مع الظلام انه بقى يحبه دلوقتي وبقى متعود عليه وما يقدرش يعيش من غيره لكن ظلام بيقوله انه كده كده محدش بيحبه وكل الناس بتخاف منه وكل اصدقاءه سابوه ومحدش عايز يشتغل معاه تاني واسناء ما هم بيتكلمه بيكون النهار بيقرب منهم وبينازع الظلام يتحرك علشان لو وقف مكانه هيختفي للأبد لكن الظلام بيكون محبط ومش عايز يتحرك واريان بيفضل ينادي عليه علشان يتحرك لكنه بيفضل مكانه لحد ما بييجي النهار وبيخليه يختفي للأبد وفي الوقت ده بنشوف هباشيا وهي بتقول لاريان يكمل باقي القصة لكنه بيقولها انها خلصت فبتتدايق وبتقوله انها قصة وحشة وانها بتاعتها مش حلوة علشان كده بتطلق منه انها هتعمل تعديل على القصة وهتشارك فيها وتخلي نهايتها سعيدة فبيقولها تقول اللي هي عايزاه وهو هيسمعها وفعلا بنشوف في القصة ان قاريان الصغير قاعد زعلان بعد ما الظلام اختفى ومش عارف هيعمل ايه وبيتفاجئ ببنت بتظهر قدامه وبتقوله ان اسمها هباشيا وبتتكلم معاه انها لازم تساعده يرجعه الليل لكن في الوقت ده اليوم كله بقى نهار والناس بدأت تتخانق مع بعض في الشارع وبقى فيه زحمة طول الوقت ومحدش بقى ينام والناس كلها أعصابها تدمرت وأثناء مهم بيتكلموا بيرجع نوم وهدوء وأصوات مزعجة وقرق وأحلام سعيدة وبيقوله الأوريان انهم عارفوا قيمة الظلام لما شافوا اليوم من غيره هيكون عامل ازاي علشان كده بيقوله الأوريان انهم جايين يساعدوه وساعتها بيقول أوريان انه عايز يساعد الظلام ويرجعوه بس مش عارف هيعمل كده ازاي فبتقوله هيبيشيا ان الظلام مختفاش للأبد وانه لسه عايش في خياله وأحلامه علشان كده بتطلب من نوم انه يخلي أوريان ينام وأحلام سعيدة تدخل جوه حلم أوريان وتخليه شوف اليوم اللي قابل فيه ظلام لأول مرة وفعلا نوم بيعمل كده وأوريان بينام نوم عميق وأحلام سعيدة بتدخل هي وهيبيشيا جوه الحلم بتاعه وأوريان بيشوف كل المخاوف بتاعته وورا بعض لكن أحلام سعيدة وهيبيشيا بيساعدوه بيخلوه يشوف اليوم اللي قابل فيه الظلام أول مرة والظلام بيكون فرحان انه رجع مخصوص علشانه لكن فجأة بيتفتح دولاب وبيحصل فيه صقب كبير جدا وبيسحب الظلام وبيفضل يسحب كل المخاوف بتاعت أوريان فبتظهر أحلام سعيدة وبتقول لأوريان انها مش هتقدر تعمل حاجة لأن دي مخاوف جوه هو وهو اللي لازم يتغلب عليها الأول علشان المشكلة دي تتحل وهيبيشيا بتقوله يروح وورا الظلام علشان ينقذه وما يخافش وبيتعرفه انه لو خاف دلوقتي الظلام هيختفي للأبد ومحدش هيعرف يخرجه تاني وساعتها بيتشجع وبينزل وراه وهيبيشيا وأحلام سعيدة بيعملوا حبل من القماش وبيرموا ليهم وهما الاتنين بيمسكوا في الحبل ده قبل ما الصقب الكبير يسحبهم لكن المشكلة ان جزء من الحبل بيطقطع وساعتها الظلام بيمسك أوريان وبينط وبيمسك جزء تاني من الحبل لكنهم بيشوفوا جزء جديد بيطقطع وساعتها بطير أحلام سعيدة برا الحلم وبتقول لباقي الكيانات الليلية انهم لازم يصحوه علشان ما يموتش للأبد هو والظلام وبيفضلوا كلهم يعملوا أصوات عالية وينادوا عليه لكن كل الحاجات دي بتفشل لحد ما بتيجي هدوء وبتقوله يصحى لأن الرحلة بتاعته هتروح عليه ومش هيشوف سالي وساعتها بيصحى على طول وبيقدر يحرر الظلام والظلام بيكون فرحان انه رجع مرة تانية وكل حاجة بترجع زي ما كانت وبعد ما كل حاجة بتخلص بيكون أوريان فرحان انه أنقذ الظلام وبيقرر الظلام يرجعه هو وهيبيشيا للبيت وبيسلم عليهم وبيمشي وساعتها أوريان بيقول لهيبيشيا ازاي هترجعي للزمن بتاعك وبيطلعوا هم الاتنين على القوضة بتاعت أوريان وبييجي ولد اسمه تيكو بيقولهم انه جاي من المستقبل ومعاه قالت زمن علشان يرجع هيبيشيا للزمن بتاعها وفعلا بينزلوا هم الاتنين وبيهزموا الوحوش اللي قدام الآلة وبيركبوها وبيرجعوا للزمن بتاع هيبيشيا وتيكو بيسلم علي أوريان الاب وبيمشي وفي المشهد الأخير بنشوف تيكو الطفل الصغير ده وهو بيحكي لمامته هيبيشيا انه قدر يخلص القصة بتاعته بعد ما أنقذ هيبيشيا الصغيرة ورجع بيها للزمن بتاعها وهيبيشيا بتقوله ان هي كمان خلصت القصة بتاعتها وكده هم الاتنين حطوا نهاية حلوة مع بعض وبتسيبوا ينام وبتخرج تسلم على باباها أوريان اللي بقى راجل عجوز وبيسألها عن تيكو فبتقوله انه أخيرا حط نهاية للقصة بتاعته وقدر يعمل آلة زمن ويرجع كل حاجة لمكانها فبيضحك أوريان وبيقول لها ان القصص بتاعتهم مش بتخلص أبدا وبيعد هو وامراته يتفرجوا عن نجوم وبكده بتكون خلصت حكاية النهارده اشتركوا في القناة